بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله حاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الرابعة في الشابتر 1 Fundamentals of Thermodynamics قبل ما نبدأ هذه المحاضرة فقط أود الإجابة عن السؤال المطروح في المحاضرة الثالثة هل أن نيوتن تعتبر من الوحدات الأساسية أو الوحدات المشتقة؟ بالطبع نيوتن تعتبر من الوحدات المشتقة يعني Derivates Units بما أن الوحدات الأساسية هما سبع وحدات ذكروا في المحاضرة الأولى من هذا الشابتر نكمل في هذه الحصة شرح أو إظهار أو تعريف بعض الخواص الأخرى نبدأ بSpecific Volume أو الحجم الخاص يرمز إليه عادة بهذا الرمز V واللاحظ هنا هذا أيضا The Substance The Specific Volume The Substance and Total Volume Volume نرمز إليه أيضا بحرف V واللاحظ هنا الفرق بين هذا الحرف أو كتابة هذا الحرف وكتابة هذا الحرف يعني Volume V وSpecific Volume أيضا V لكن بشكلين أو كتابتين مختلفتين نرزع للتعريف حاجة Specific Volume هو التعريف أو هذا التعريف هو كمية أو Total Volume يعني هو الحجم لما نقسموه Divided By The Total Mass هو قسم الحجم على الكتلة فإذا Specific Volume زي ما مكتوبة هنا Specific Volume زي ما مكتوبة هنا تساوي الفوليوم على المس بالطبع بالنسبة للوحدات الفوليوم نستعمل متر مكعب زي ما موجود هنا الكتلة نستعمل الكيلوغرام زي ما موجود هنا فإذا Specific Volume رح يكون وحدتها الأساسية هي متر مكعب بير كيلوغرام هنا بالطبع عندنا رسمة لكن موجودة فيها الوحدات الأمريكية أو البريطانية اللي تعبر لي على الكتلة Bound ولكن أحنا قلنا رح نستعمل الوحدات في النظام العالمي اللي هما الكيلوغرام بعدين تعريف Density ويرمز إليه بالحرف اليوناني Ru وDensity هي باللغة العربية الكثافة الكثافة زي ما نعرف هي تقسيم Total Mass أو الماس على Total Volume أو الحجم ما يرمز إليه بحرف V فإذا Density تساوي الكتلة على الحجم الكتلة زي ما شفناها الحين هي وحدتها الأساسية كيلوغرام الحجم وحده الأساسية متر مكعب فإذا Density رح تكون وحدتها الأساسية كيلوغرام على متر مكعب بما أنه هنا الوحدات كيلوغرام على متر مكعب فقط هنا للإشارة يجب أن نعرف أنه Density تساوي واحد على specific volume أو مقلوب specific volume بما أنه specific volume يساوي واحد على specific volume شفناه يساوي V على Mass مقلوب المقلوب رح يكون Mass على Volume وهذا هو Density ما ننسى هنا شباب العلاقة Density تساوي واحد على specific volume فيمكن الإعطاء في مسألة واحد منهم واستعمال الثاني التعريف الأخير في هذه المحاضرة هو الضغط Pressure ويرمز إليه بحرف P مرات حصل هذا الحرف Small أو Capital Letter Pressure أو تعريف الضغط هو القوة الناتجة عن ماء على مساحة معينة على مساحة معينة من هذا الجسم فإذن يقع تعريفها Is Normal force exerted by the fluid per unit area of surface area فإذن هنا هو القوة زي ما نشوف هنا في الرسمة هي القوة العمودية المركزة على مساحة معينة من الجسم فتعريف القوة أو Pressure أعادروني تعريف الPressure أو وحدة المساحة وهنا وحدة force اللي هي Newton أيضا قبل ما نكمل هذه المحاضرة يجب أن نستعمل أو نعرف أنه Newton per meter square تم كتابته بوحدة أخرى يقع تعريف عنها تسمى هنا بسكال وتستعمل فيها بداية الحرفين حق هذا العالم اللي هما P and A بتصبح PA أو تنطق بسكال قبل ما نخلص هذه الحصة أود طرح سؤال هل أنه وحدة وحدة الضغط البسكال تعتبر من SA unit أو derivative units طبع ما نOps شكراً لكم